موسيقى يعد مركز إدارة منظومات الاتصالات الرئيسي أحد تشكيلات مجرية الاتصالات العسكرية عصب الجيش وقلبه النابض وهو من الوحدات المهمة بما يقوم به من واجبات عديدة في تأمين الاتصالات الضوئية واللاسلكية والفضائية وإدارة شبكة الدفاع العراقية المركز يضم كفاءات فنية من الضباط والمهندسين والفنيين وقام بالعديد من الإنجازات ومنها تحديث شبكة الدفاع العراقية بأجهزة ومعدات حديثة ومتطورة فضلا عن تحوير عجلة خاصة بالاتصالات لتكون عجلة قيادة وإكمال عقد الاتصالات إضافة إلى إنشاء محاور الـ CWRS في محور القائم والرطبة لتأمين جميع الاتصالات في قاطع العمليات الغربي ويضم المركز محطات أرضية وأبراج اتصالات ومعدات إطفاء وحماية وأجهزة فنية متنوعة وللمركز طموحات مستقبلية لتطوير الأداء والعمل خدمة للمؤسسة العسكرية العريقة ولصنف الاتصالات يتألف مركز إدارة منظومات الاتصالات الرئيسي من مقر المركز وأربعة أقسام بالإضافة إلى مركز الاتصالات الثانوي وهو يحتوي على جميع الأجهزة والمنظومات البديلة ويدار المركز من قبل كادر هندسي متخصص من الضباط والمهندسين والمركز مسؤول عن تأمين الاتصالات الضوئية واللاسلكية والفضائية وإدارة شبكة الدفاع العراقية أبرز إنجازات المركز في الأمن الأخيرة تحديث شبكة الدفاع العراقية بأجهزة ومعدات حديثة بالإضافة إلى تحوير عجلة الاتصالات على الأمار لتكون عجلة قيادة تستخدم في الميدان وفي جميع قواطع العمليات بل من جاءت جميع عجهزة الاتصالات العسكرية بما هي السويتشات والراوترات التي تخص شبكة الدفاع العراقية المنتشر بكافة قطاعات الجيش العراقي وكذلك الجهاز مكافحة الرهاب والشرطة الاتحادية المركز يتألف من المقر وأربعة أخسام تختص ببرمجة جميع أجهزة الاتصالات العسكرية بما فيها السويتشات والراوترات التي تخص شبكة الدفاع العراقية الـ IDN لوحدات الجيش العراقي وللعديد من التشكيلات والوزارات الأمنية وكذلك إنشاء الحسابات الرسمية والشخصية للمستخدمين داخل الشبكة وتقديم خدمات البريد الإلكتروني ويتبع المركز الرئيسي مركز آخر هو مركز منظومات الاتصالات الثانوي البديل عن المركز الرئيسي الذي يضم شعبا تخصصية متعددة وله قابلية الحركة ويتم نصبه في أي موقع في حال تعرض المركز الرئيسي لأي توقف أو خلل فني من واجبات شعبة التطبيقات ونظمة تشغيل الشبكة هو تقديم المشهورة الفنية للمدير القسم ومدير المركز وكذلك إنشاء الحسابات الرسمية والشخصية للمستخدمين داخل الشبكة وتقديم خدمة البريد الإلكتروني وتقديم خدمة ملف الخزن المشترك وتقديم خدمة التطبيقات المستخدمة للشبكة مركز بديل وارتباط الفني بالمركز الرئيسي يعني بنفس الوقت رح يكون منظومة متكاملة بالنسبة للمركز الرئيسي والمركز الثانوي المعدات اللي موجودة بالمركز الثانوي في حال تكاملها رح يصير فد منظومة احتياط للمركز الرئيسي اللي موجود هذا المركز الثانوي معظم المنظومات اللي شغالة به هي المنظومات الرئيسية اللي مشتغلة بالمركز الرئيسي منظومات اتصالات فضائية اتصالات غوائية أرضية بالإضافة للواي موكس الموجه يعني كل أنواع الاتصالات كل أنواع منظومات الاتصالات اللي بالرئيسي أهلانا موجودة فراح يكون هذا المركز هو مركز احتياط للمركز الرئيسي من مقر مركز ادارة منظومات الاتصالات الرئيسي صباح الخز علي اعلام وزارة الدفاع اشتركوا في القناة